الالامونيوم كان بيلعب الفيوم 1-0 الانتهى 1-0 الالامونيوم تليفونات بني سويف 1-0 على ديروت سوهاج 1-0 على المينيا البنك الاهلي 2-2 مع الاعلاميين شبان انا 0-0 مع بني سويف طهطة بترول السويف على طهطة 2-0 اه انتو بترول كسب مجموعة التانية كيف؟ مجموعة التانية طبعا منتخب السويس خسر من الترسانة 1-0 الداخلية والسراميكا طبعا مباراة القمة الاول والتانية 0-0 النصر وكوكاكولا 1-1 النجوم مكسب على فريق القناة 3-1 المريخ 1-1 مع الزرقى ودي اول مباراة طبعا لكابتن احمد العجوز مع نادي المريخ كابتن متحط طبعا كابتن احمد العجوز من المدربين والنجوم المحترمين جدا الشاطرين جدا ابن الاسماعيل ابن الاسماعيل طبعا وهو في مهمة مستحيلة يعني المريخ موقفه صعب جدا سبعة بونت كان ستة بونت قبل المباراة لكن هو كابتن احمد العجوز بحلقاته بالإدارة فهو طبعا وصل الاتفاق معاه وهو رحب وحاول بيحاول ان هو يكرر نجاحه وليس بادري وربنا يا رب يوفقه لكن الامور طبعا صعبة جدا في ظل القوة المجموعة جمهور 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 خسر من بطجت واحد صفر واحد صفر طي المجموعة الثالثة والأخيرة كابتن المنصورة كسب الحمام وبالمناسبة بحي كابتن ناسر عبد الواحد يمكن المنصورة عنده 19 نقطة كابتن متحت اعتقد ان الكابتن ناسر عبد الواحد جاب 12 بمط من التسعتاشر ده منهور واحد صفر على باديت المحلة فرقه واحد صفر على بيلا الرجاء واحد صفر على بوئر للأسمدة غزل المحلة واحد صفر على ميك كفر الزياد دي كرنس على القلوم بواحد صفر كل النتائج تقريبا واحد صفر وكل النتائج دي الناس الارض لابت مع صحابها فيها بالطبع الست مباراة واحد صفر والستة اصحاب الارض كتبنين واحد صفر دي ملحوظة مهمة جدا الحياة طيب هنبدأ الاول بمجموعة من الزواهر عملها لنا وصد صيام الحاجة الاولى الكراسي الموسيقية فيما يتعلق ب طبعا قمة الصعيد فهناخد الكابتن عم عين باعتبرنا فرقته في الصعيد كلمني على الصدارة كده بشكل مختصر كده كابتن واللعبة اللي بتشغالة فوق دلوقتي برضو يعني هنقول انه البنك الاهلي وباني سويف والألمونيوم الحقيقة ماشيهم بشكل محترم جدا مع شبان انا البنك الاهلي عارفين ان هو صعد من الدرجة الادنى كابتن مع كابتن عيد مرزيق عمل شكل كويس السنة دي اوي متصدر اه كابتن ياسر الكناني مع الالمونيوم بنفس عدد النقاط 25 نقطة الحقيقة كابتن ياسر تعصر في اول 3 او 6 مباريات يكسب جوه يخسر برا يكسب جوه وبحقي مجلس الادارة انه صبر على كابتن ياسر والنهاردة ده نتيجة الصبر يا كابتن متحد انه اول مجموعة مع مع البنك الاهلي باني سويف مع حسب موسى وابو المجد مصطفى والحقيقة برضو بحي مجلس ادارة باني سويف الحقيقة السنة الفاتي كانوا ينفسوا بشراسة مع اسوان على السعود لاخر لحظة مع كابتن محمد يوسف السنة دي مع حسب موسى برضو ماشيهم بخطة كويسة جدا اه هم فقدوا بنات كتيرة كابتن متحد نعم ولكن يبقى الفارق بسيط جدا هو بونت شبان انا مع كابتن كمال الزين بحي تحية كبيرة جدا برضو مازال في دائرة في دائرة المنافسة طبعا ده ما تشكل على الشاشة يا كابتن كابتن كمال الزين باقل امكانيات مع شبان انا ومجلس الادارة المحترم برضو عشرين نقطة الحد النهاردة في المنطقة يعني المجموعة دي يا كابتن ما نقدرش نقول مين هيطلع لحد دلوقتي صعب جدا يا كابتن متحد احنا النهاردة بدأنا يعني بدأنا اول مباراة في الدور التاني اه صح كده دلالسبوع الاثناشر تمام معنا كده ان احنا فضلنا عشهر مباراة تلاتين نقطة بتلاتين نقطة بتلاتين نقطة طيب واحنا ما زلنا في المجموعة دي كابتن أبو طالب الالمونيوم لو بصيت برضو في الجدول كده بتقدمه التدريجي هل ممكن يعمل مفاجأ ويقدر يعني الالمونيوم لو بصينا هنا الالمونيوم فين الالمونيوم هنا تاني هل من وجهة نظرك بالتالي اكيد عارف الفرق دي كويس هل هل يقدر يعدي البنك الاهلي هل يقدر يبقى في الصدارة هو يمكن كابتن متحد ما بتحصلش كثير في مجموعة الصعيد ان تلات اربع فرق بيتنافسه للنهاية او تلات اربع فرق بيبقى فيه منافسة صعبة جدا وشارسة خلي بالك ان البنك الاهلي بدأ في النزيف هو اتعادل مع الاعلامين اتنين اتنين تمام لو كان كسب كان عدد كان هيعدي لكن اقصد اقول لك كابتن مجموعة الصعيد دايما كابتن ابولانين ممكن عارف اسوان ما ركب الجدول ده انه خلاص مفيش منافس الفرق اللي بتمشي من اول كويس بتعدي لكن السنة دي فيه البنك الاهلي وفيه الالمونيوم وفيه بني سويف وفيه شبان وفيه الالمونيوم اللي قدامنا دي الالمونيوم عنده كابتن المقاومات وعنده الامكانيات انه يرجع انه ينافس يمكن انا كان ليا الشرف تدريب نادر الامونيوم من اربع او خمس سنين برضو كان متعسر يمكن رحت كان لعب حوالي اربع ماتشاط او خمس مبارات وكانوا في المركز التاسع ربنا كرمنا رحت من المركز التاسع نهينا مركز اول زينا زي التعديل اربعين بنت واربعين بنت لكن التعديل صعد بالاهداف لو رجعنا المجموعة دي يا كابتن ابو طالب يعني باني سوف ايضا اتعديل